بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان قبس من العقيدة الإسلامية الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حافظه الله الدرس الرابع والعشرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تمسك بسنته وسار على هديه وبعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أنواع من الشركيات والبدع والمحدثات المخلة بالدين والعقيدة قد يزاولها بعض الناس إما عن جهل أو تقليد لغيره وكنا قد ذكرنا بعضا منها في الحلقات السابقة وها نحن نواصل الحديث عن بقيتها تحذيرا للناس ونصيحة للذين يريدون الحق ويغارون على دينهم وعقيدتهم فمن هذه الأمور قضية التنجيم وهو كما عرفه بعض المحققين بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار أو حدوث الأمراض أو الوفيات أو السعود أو النحوس ونحو ذلك وهذا ما يسمى بعلم التأثير وهو على نوعين النوع الأول أن يدعي المنجم أن الكواكب فاعلة مختارة وأن الحوادث تجري بتأثيرها وهذا كفر بإجماع المسلمين لأنه اعتقاد أن هناك خالق غير الله وأن أحدا يتصرف في ملكه بغير مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى والنوع الثاني الاستدلال بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها على حدوث الحوادث وهذا لا شك في تحريمه وهو من السحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وصححه النووي والذهبي ورواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع والإخبار عن الحوادث المستقبلة عن طريق الاستدلال بالنجوم من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه فهو ادعاء لمشاركته سبحانه بعلمه الذي انفرد به أو تصديق لمن ادعى ذلك وهذا ينافي التوحيد لما فيه من هذه الدعوة الباطلة قال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها يدعون أن لها تاثيرا في السفليات وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه قال البخاري في صحيحه قال قتاده خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكل فما لا علم له به انتهى وأخرج الخطيب عنه أنه قال إن أناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولا عمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى وأقول ومن الخرافات الباطلة ما يروجه الدجالون في بعض الصحف والمجلات من ذكر البخت والنحوس والسعود ويعلقون ذلك بحسابات البروج والنجوم ويصدق به بعض السذج قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد فإن قيل المنجم قد يصدق قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مئة وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدر فيكون فتنة في حق من صدقه قال وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وعرجا ابن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخاف على أمة التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الآئمة رواه عبد بن حميد وأما الاستدلال بالنجوم لمعرفة الاتجاه في الأسفار في البر والبحر فهذا لا بأس به وهو من نعمة الله عز وجل حيث يقول سبحانه وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أي لتعرفوا بها جهة قصدكم وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون قال الخطابي رحمه الله وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الآئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم انتهى كلامه قال ابن رجب رحمه الله والمأذون في تعلمه هو علم التسيير لا علم التأثير فإنه أي علم التأثير باطل محرم قليله وكثيره وأما علم التسيير فيتعلم ما يحتاج إليه من الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق وهو جائز عند الجمهور انتهى وكذلك تعلم منازل الشمس والقمر للاستدلال بذلك على القبلة وأوقات الصلوات والفصول ومعرفة الزوال قال الخطابي أما علم النجوم الذي يدركه من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغن الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته انتهى وروا ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر أيها المسلمون إن عقيدة المسلم هي أعز شيء عنده لأن بها نجاته وسعادته فيجب عليه أن يحرص على تجنب ما يسيء إليها أو يمسها من الشركيات والخرافات والبدع لتبقى صافية مضيئة وذلك بالتزام الكتاب والسنة وعقيدة السلف الصالح ولا يتم ذلك إلا بتعلم هذه العقيدة ومعرفة ما يضادها من العقائد المنحرفة لسيما وأنه قد كثر اليوم في صفوف المسلمين من يحترف التدجيل والشعوذة والتعلق بالقبور والأضرحة لطلب الحاجات وتفريج الكربات كما كان عليه المشركون الأولون أو أشد إضافة إلى اتخاذ السادة وأصحاب الطرق الصوفية أربابا من دون الله يشرعون لأتباعهم من الدين ما لم يأذن به الله فلا حول ولا قوة إلا بالله وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه